اهلا 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 بحضرتكم بقدر كل الاحداث المؤسفة والمأساوية والكارثية الا انه الامر الجميل في هذه الليلة هو وظيفي يا العزيز لان انا احبه جدا 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 طبعا احنا هنتكلم على ملفات القمة العربية في البحر لانتكلم على الاوراق اللي تساعدنا نحن نقرر السلام ويمكن اكتر سؤال هبقى بسأله بمنتهى الالحاح لضيفي العزيز جدا 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 الدكتور محمد عز العرب خبير الشؤون العربية في مركز هرامل التشاط السياسية اهلا بيك اولا اهلا بحاجة سوزيش السؤال الاكتر الحاحب بالنسبة لي واللي انا دائم ان انا اوجهه لضيفي يا الكرام احنا ايه اللي في ادينا كعرب علشان على رأيه رئيس الراحل محمد انور السادات الله ارحمه تسعة وتسعين في المهمة اولاق اللعبة في ادام امريكا الامريكان هم الدعم الرئيسي لهذه الدولة بل هو الشريك الرئيسي والاكبر والاهم في تاريخه فيبتلزم انا اضغط على الامريكان هضغط عليهم بايه اشوف الدول العربية لديها اوراق ضغط لكن حتى هذه اللحظة اوراق ضغط بتمرسها بعض القوة الاقليمية بشكل فردي وليس بشكل جماعي يعني امامي انا قمصر دولة الاقليمية الرئيسية اللي في شرق الاوسل بدأت خلال الايام القليلة الماضية بتلوح لاسرائيل وعبر اجراءات مباشرة ان اجراءاتها هتتسم بالتوتر والتصعيد خلال المرحلة المقبلة ربدا على التصعيد الاسرائيلي يعني اما نيجي نشوف انضمام مصر دي الدعوة اللي قامتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العادة الدولية ورجم ان ده ليه طبيعة سياسية رمزية لكنه بتعكس رسالة بدرجة كبيرة من الدولة اللي خدت طريق السلام ايام الرئيس السادات بالتوقيع على اتفاقا بديفيد ومعادة السلام المصرية ده من 45 سنة النقطة التانية التصريحات اليوم لوزير الخارجية المصري التي تشير الى ان هناك بعض البنود في المعاهدة السلام التي تشير الى ان مدى حلس فيها اختلالات قد تؤدي الى عادة النظر في مقاربة السلام وفي ربما تعليق العمل بها في حال ما ثبت ان هناك اخلال النقطة التالية فاذا كانوا الاسرائيين بيهرولوا او بيدفعوا الدول لعقد معاهدات قد تكون مشابهة او قريبة او حتى بعيدة ولكن تاخد الروح فتخيل بقى اهم معاهدة في تاريخهم مهددة شو بقى انت جبت بقى تروحت على المصري التاني بدل المصري المصري عايز بس اقول فيه نقطة مهمة جدا وهو ان مصر بدأت الحديث حوالين من ما بين السطور انه ربما يتم تخفيض مستوى الدول المصري لان اسرائيل مستمرة في التصعيد وتحولوا من مجرد عملية عسكرية محدودة الرفع لعملية التاسع بشكل متدارك النقطة الرابعة انت قلتها بشكل مهم جدا انتقال بقى من السعيد المصري للسعيد العربي وكان اول من طرحها في الصحافة الامريكية عند الامريكان توماس فريدمن في اليورك تايمز عندما اشار ليهم اما التطبيع او رفح بمعنى اسرائيل مركزة خلال المرحلة المقبلة اللي جاية بعد نجاحها في التوقيع على اتفاقات تطبيع مع الامارات ومع المحرين والمغرب هي شايفة ان في جايزة مهمة جدا انها اسبال مملكة العربية صحيح وان هي بتستغل ان مملكة لديها مصلحة في هذا التطبيع في بعض البنوند لكن مشروط وهنا متوافقة مع عمص فكرة اقامة الدولة الفلسطينية او خيار حل الدولتين لكن اسرائيل في هذا الصياح اذا وجدت ان تكون هناك مش مقاربة سعيدة المقاربة العربية لاتحدث فيها القوة الاقليمية الرئيسية مصر السعودية الامارات الاوردن البحرين الى ان هذا السلوك الاسرائيلي مش مرتبط برفح ولا مرتبط بقطاع غزة ولا بالفلسطيني وانما سلوكها في الاقليم ككل فيتعذر انت تدخل في ضمن ترتيبات سياسية وامنية واقتصادية كدولة طبيعية وانت سلوكك عامل ازاي في المحيط الجغرافي للدولة اللي انت ابتدت تشتغل معها لتصريحاتك اللي انت بتخيرها من سياقها ما تيجي تشوف محاولة لحش دولة الامارات في ادارة قطاع غزة وده استدعى التصريحات بالنسبة والزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ان هذا الكلام يخرج من فم مسؤول منزوعة شرعية داخل اسرائيل وبالتالي لازم بقى هنا بقى من ضمن الاوراقة الداخل لازم يبان قدام اسرائيل ان القوة الاقليمية الرئيسية العربية من اللي هي داخلت مصاري السلام او اللي هي لسه هتخش ان استمرار سلوكها بذلك يجعل العلاقة معها هتاخد منحنة مختلف انت بقى هتشوفه هتخفض مستوى التمثيل هتبتدي العلاقات اللي انت كنت تبتدي متطورة جدا مع بعض الدول اللي لقارت مصاري اتفقات الابراهمية هتتعرض لمأزق شديد انا اعتقد ان المصالح الامريكية والاسرائيلية ستصبح مهددة بدرجة كبيرة لان التنظيمات الارهابية والجماعات المتطرفة هتبتدي ترتدي قميص الدفاع عن القضية الفلسطينية لازم تلك المصالح ولم يكن غريبا ان تعلن وسائل الاعلام الكويتية في واحد مايو الماضي بان تم القبض على احد الاشخاص انه هو داخل ضمن استراتيجية السيئاب المنفردة لتنظيم داعش تحاول تستهدف القواعد الامريكية وهي مركزة القواعد الامريكية اللي موجودة في الكويت استراتيجية الكويت تنظيم داعش عندما بدأ يستوطن مناطق جمغرافية استراتيجية في العراق وهو حاطف في قلب هذه الخريطة الكويت دولة كبيرة يعني دولة ذاتة مالئة مالية ودولة ذاتة قدرات نفطية كبيرة على الحدود الرخوة مع العراق يمكن استهداف بها العدو البعيد وهو الولايات المتحدة يمكن هز الاستقرار بحكم انه المنطقة الجواري الرخوة ما بينها وما بين العراق يجعلها تستطيع القيام بعمليات ارهابية وبالتالي عندما تتحدث مصر ان الدول الاسرائيلي يهز الاستقرار الاقليمي هذه ليست جمع الانشائية او قنابل دخانية وانها تعبر عن اللقطة المهمة ان اسرائيل حتى هذه اللحظة تعصرت في كل الاهداف التي طرحتها كما دخل تلك الحر اولا لم يتم القضاء على حرقة حماس او استهداف بعد قوادرة لم يتم تحييد اي خطر جاي من قطاع غزة سواء من حماس او من حرقات المقاومة الفلسطينية الاخرى لم يتم تحرير الرهائن الاسرائيليين بالقوى المسلح وبالتالي الوضع الطبيعي الخيار الرشيد لاي قيادة سياسية لا نهد ونلعب الدور من اول وجديد وده كان نافذته من وجهة نظر فرصته الاخيرة كان في المقترع المصري اللي وفقت عليه حماس ولكن استغلت اسرائيل خلط الاوراق وقامت بعملية عسكرية لاكتياح رفح طيب انا هروح لفاصل وهرجع بعض الفاصل كل ما تم ذكره من حضرتك يا دكتور هو متعلق ب الاتجاه او الاتجاهات ما بين اسرائيل وما بين المجموعة العربية لازال امامي كينداعم اذا اوقف دعمه على الاقل المالي واللوجيستي وضع اسرائيل في مأزق بتكلم على واشنطن التي تتحرك دائما بالاتجاه الاسرائيلي ده امر معهود هم احرار بس ما تضرنيش مش كله ان هو اصبح بضرني بشكل مباشر هل المجموعة العربية انا بتكلم هنا على الـ 22 دولة كلهم مستعدين لتهديد المصالح الاقتصادية الامريكية ولا لا يعني هم في ايديهم اوراق عظيم ولا اتحدث عن النفط على الاطلاق وهبقى صريح لا العرب مش هستخدموا النفط لانه لم يعد بمقدورهم استخدموا النفط خير نبقى منطقيين صح لكن اقدر استخدم الدولار انا عندي سندات كتير صح فنقدر ابوز له الدولار مش بس كده وهناك امور اخرى ده انا بقى اللي احتاج فيها رأي الدكور محمد عز العرب هو اللي قولي استنوني بعد الفاصل الاسف كل الاسف لما مخرجك يصدمك بانه الحلقة فاضل فيها 5 دقايق خاصة عندما يكون الضيف قريب الى عقلك وقلبك معا يعني فبيبقى شيء صعب جدا بس الامر اللي يا دكتور محمد عز العرب كل الترحيب طبعا الاوراق باتجاه واشنطن احنا كلمنا على الاوراق باتجاه تل قبيب طبعا فيه اوراق طبعا بس اذا انت قدرت تقدر تحرك الارادة بتاعتك لتحرقات فعلية يعني انت قلت يا حضرات بداية الخيط بتاعها المصالح اللي مرهونة بالتعامل مع الدولار الامريكي السنادات المشروعات اللي موجودة سواء المعلم منها او غير المعلم داخل الولايات المتحدة الامريكية لكن للأسف الولايات المتحدة ذاتها لم تعد لديها القدرة للضغط على سوائد معقول ما يبدو كده يعني هذه الادارة من الواضح ان فيه تأثيرات لللوبي السهيوني الضخم داخل الولايات المتحدة يعني شوف احنا عندنا حركة الاحتجاج الوسع في الجامعات الامريكية حركة الطلابي احنا بتتكلم على دي ارقى الجامعات اللي موجودة دي ارقى الجامعات الرائدة بيونيرنج ولكن الطرف الآخر عنده لوبي ضاغط مقارنة باي اللوبيات اللي احنا ما ادرناش ما نقدرش تقول خلينا نتكلم بوضوح لانك انت بتحب حديثك يبقى مصرحة ومكشفة ان ما عندكش اللوبي عربي ضاغط بدرجة كبيرة ممتدة ليه طبيعة مؤسسية وليه قنوات منتظمة وشغال على مدار العقود مش مرتبط بعام او مرتبطة بيقى التوقيت الانعجاب او مرتبط بحدس وده اللي بيخلي اللوبي السهيوني مختلف في اداؤه عن اللوبي اليوناني عن اللوبي الايراني عن اللوبي الكوبي عن اي من اللوبيات لان مراكز يعني مراكز الصقل داخل اللوئيات المتحدة اللوبيات الضغط في غوث المنة في غوث اخر بقى مرتبط بوسائل الاعلام مراكز البحث والتفكير الضغوط داخل القنجر محدش ينكر ان فيه اصوات داعمة وفيه حرقة استقالات داخل الادارة الامريكية داخل ادارة بايدن اعتراضا على السياسة اتجاه الدعم الكامل لان حتى هذه الرحلة لو بنتكلم حوالين التعليق المساعدات الامريكية بيكلم حوالين ما تقدرش تكلم على مساعدات الكاملة ولكن مثلا نوعية محددة من الاسلحة صفقة محددة نتيجة التأثير الضخم خاصة وان من يمين نتنياهو نجح انه هو يوظف ان ان الدعم من هذا اللوبي هيبقى محورية جدا فيه حلبة الانتخابات الرئاسية الامريكية وعندما يشير الى ان ادارة بايدن ليست متعطفة مع اسرائيل وانت تستغرب اما تيجي تشوف المطاربة ده بص اولا توصيف حرقة حماس منها مش حرقة مقاومة على فكرة انا موقف السياسي حماس مش وافع ليك لكن في الازمة دي مقاربتي مختلفة لتوزانات مختلفة صف وده اللي بتقوم بيه الدولة المصرية اللي احنا دايما لازم نبقى وراها في كل تصوراتها وتحرقاتها وتقديراتها في التعامل مع هذه الازمة فالتطبق التامل في فكرة بالمناسبة هما مش رفضين كانوا عملية رفح لكن شريطة ان تحافظ على المدنيين الفلسطينيين مش عارف ازاي يعني ازاي جيش احتلال هيخش منطقة بغرافية وحيقدر يفصل المسلحين او الكتائب الأربعة لحركة حماس عن غيرهم من المدنيين النقطة التالتة وهي فكرة وقف اطلاق النار بشكل مؤمن هما مش ميتكلموش قالص عن فكرة نهاية الحرب ويمكن المقترح المصري كان بينطوع على زجاء انه هو كان بيركز على انه يتضمن عدة مراحل لوصل للمرحلة الأخيرة دي تؤدي الى نهاية الحرب لكن للأسف نتيجة اختلال موازين القوة لصالح اسرائيل عسكريا وان كان ليست مختلل صالحها سياسيا لان اي من الاهداف الاساسية الاسرائيل لم تحققها ان لا تزال هناك مقاومة في مواجهة اسرائيل ان علاقتها هتبقى مهددة مع القوة الرئيسية الشريكة لها في مصاري السلام هيؤدي ذلك الى مراجعة من وجهة نظر لمقاربة العلاقات العربية الاسرائيلية وليست فقط العلاقات المصرية الاسرائيلية ربما ايضا مسألة النظرة لامريكا كفاعل رئيسي في الاقليم اول منها زيتها مصر يعني خاصة بعد الحراق اللي حصل في 2011 والوعي الكامل من جانب مؤسسات الدولة ان هناك رعاية لواشنط لمشروع الحكومات الملتحية في المنطقة العربية والرهان على الحجبة السوداء لقوة طيرات الاسلام السياسي صحيح احنا اللي اخمدنا لهم هذا المشروع واعتقد ان استكمل بقى مع مشروع قصة عيد في تونس مع ضرب بعض القوى الزلامية بعد القرار الشيخ مشعل الأحمد في الكويت صحيح قرار تاريخية بصراحة تاريخية بالزبط تصيح للمصار جدا 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 انا خليني ابدي ساعاتي الشديدة بانه حظي الجايدة ان انا شفت حدثك ده عرض وانا افتكر ان احنا لازم نتقابل تاني بجد بجد هو لازم الاسبوع الجاي يعني دايما في البرنامي يقول لك ما تكررش الضيوف كتير بس في موضوعات يجب ان تستكمل معنافسات الضيوف فانا بشكرك جدا انها دكتور والله جدا نورتني كل الشكر الدكتور محمد عز العرب طبعا احد اهم خبراءنا في الشؤون العربية ليس فقط في مصر ولكن في منطقتنا على اتساعها طبعا معروف بانه البيت الاصلي هو مركز الاهرام للدراسات السياسية الامريكان هم الامريكان الصهينا هم الصهينا الاوروبيين هم الاوروبيين يبقى الفعل لدى العرب معنا اشي سريعا والله انا بختب واما لا يرحمه لا يرحمه كان كاتبا صحفية الا انه انتحق بصفوف المقاومة وكان من الجيل المؤسس لمنظمة التحديد في الاسطنية مصري ابن مصري حفيد مصريين طول عبر ده باين عنا احنا مصريين جدا يعني ده شرف لينا يعني حتى لما الناس يقول لك بسنتو فلسطيني لهم برضو ده شرف لينا يعني حلو؟ بل انه اختبر العمل المسلح في صفوف المقاومة الفلسطينية وبالمفتشت كده انا بويه هو اللي ضرب مدينة إيلت بصواريخ الكاتيوشة سنة 68 عنده كان الخبرتين خبرة المقاومة المسلحة وخبرة الرجل الذي وقع فيه براثل التحليل السياسي طول الوقت وكان دايما يقول لي انه قدر المستطاع نفسي ابطل الشغلات دي مهم فما كنت بقوله امريكا يا باب انتو مستنيين احنا مستنيين امريكان دي هو احنا مش هنبطل طول الوقت نقول انه عايزين الامريكان يعملولنا طب ما نعمل احنا اقول له طب ما هو احنا عندنا ضعف هم اكبر هم اقوى هم اغنى قال لي ما هو لو انت خدت الخطوة الخطوة الزيادة بتاعتك تقويك وتضعفه الى يوم الخميس القادم وقمة المنامة ويبقى بعدها ان شاء الله لنا بدل الكلمة قد يكون عشرات الالاف من الكلمات نتمنى انها تكون دائما متعلقة بحلول وليست بازمات خلص الكلام لحد كده كريم رمزي هيكون موجود معاكم بقاء هيكون موجود عاكم حالا ان شاء الله لكن العبد لله هو اذا ربنا كتب لنا العمر هي مكون موجودين معاكم بكرة في نفس ذات المعاد وبرنامجكم التاسعة بكرة خمستاشر خمسة النكبة استنونا بكرة